طيب تعالى احط لك عنوان كبير جدا جدا هو العنوان الرسمي الذي خرج من الزمالك واللي اكد عليه منذ قليل لأستاذ عصام سالم متحدث الرسمي باسمنا الزمالك انه الزمالك افل قصة العروض بالنسبة للعيبة طيب ماذا عن العرض الرسمي الخاص بمصطفى محمد النهاردة حننفرد بكل الكواليس بالتفاصيل اللي حصل لحد اخر لحظة في موضوع مصطفى محمد وكام عرض كان جايله بكل حاجة تعالوا نشوفه على الشاشة علشان ده ده الترتيب ارجع شوية كمان ده الترتيب المنطقي للكواليس المتعلقة بعرض سان تتيان وجلاتة سراي لشراء مصطفى محمد تلقى الزمالك عرضا رسميا من جلاتة سراي التركي لاستعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لمدة 18 شهر مقابل مليون دولار على ان يكون هناك احقية للنادي التركي بشراء اللاعب بشكل نهائي بعد 6 اشهر مقابل 4 مليون دولار رفض الزمالك عرض جلاتة سراي التركي لعدم تلبية احتياجات النادي من النحية المالية وخاصة ان رؤية ادارة الزمالك تكمن في ان النادي سيصل لعروض اكبر حال مشاركته في الولمبياد يبقى جيه عرض رسمي من جلاتة سراي وتقفل العرض التاني تحركت ادارة سانتتين الفرنسي واجرى ممثله اتصالا مباشرا اتصالا مباشرا ده بكلمك عليه بقى ايه؟ انا بكلمك على اخر حاجة المستجدر بتاعته ومين فاته؟ اخر حاجة خالص ادارة سانتتين واجرى ممثله اتصالا مباشرا مع عضواء اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك وهما السيد حسين السمري والسيد ابراهيم عبدالله عبر الفيديو كونفرنس للتفاوض حول التعاقد مع مصطفى محمد بشكل نهائي انا بجيب لك من اخر اللي بتشوفه عندي ده مش هتشوفه في برينامج تاني اللي بعده طيب خلال المحادثة اللي بالفيديو كونفرنس ما بين مسؤولي الزمالك وعبين مسؤولي سانتتين بشكل مباشر ودي اخر حاجة الزمالك حدد متطلباته لبيع مصطفى محمد وهو الحصول على خمسة مليون يورو مقابل رحيل اللاعب مع وجود بنود اضافية في العقد لصالح الزمالك تتمثل في الحصول على ركز هناخد مننا خمسة مليون يورو وحناخد خمسمائة الف يورو لو اللاعب شارك مع النادي الفرنسي في دوري ابطال اوروبا هناخد مننا خمسمائة الف يورو كمان لو سجل عشر اهداف وزي يوم كمان لو صنع نفس العدد من الاهداف فده اللي بيتقال عليها المزايا او الاضافات او البونس كمان خمستاشر في المية من اعادة بيع اللاعب مستقبلا وتستمر نفس النسبة مع النادي الجديد لصالح الزمالك حال تسويق سنت تيال للعب تستمر تلك البنود طوال مدة عقد اللاعب مع النادي الفرنسي دي كانت طلبات الزمالك هناخد خمسة مليون وخمسمائة الف يورو لما يشارك في دوري ابطال وخمسمائة الف يورو لما يسجل عشر اهداف وخمسمائة الف يورو لما يصنع عشر اهداف خمستاشر في المية من اعادة البيع ليك وللنادي اللي هياخده من بعديك اللي بعده ده غير حق الرعاية على فكرة بس بالمناسبة حق الرعاية ده هتخلصوا من الموضوع يعني يبدأ كده كده وارد اصلا في البند بتاع الفيفا طلب الزمالك من سان تتيان بالنسبة لللاعب توفير مترجم خاص لمصطفى محمد تعليم اللغة الفرنسية توفير سيارة خاصة له واقامة جيدة في فرنسا وقالوا لهم ردوا على الطلبات وارجعوا لنا سان تتيان مر وقت ورد على الزمالك مؤخرا لوان بارح قالك قيمة العرض اللي بنقدمه للزمالك اربعة ونصف مليون دولار الزمالك هيحصل على 2 مليون دولار و250 ألف في فبراير اللي جاي زيهم في فبراير 2022 زيهم السنة اللي جاية اللي بعديها مع وضع بند يقتدي حصول الزمالك على 300 ألف يورو حال مشاركة اللاعب مع النادي الفرنسي في دور الأبطال يعني نزلنا من 500 النادي الفرنسي قالك 300 ألف يورو و200 ألف يورو حال مشاركته في الدوري الأوروبي يعني هنا 300 وهنا 200 عشان لو خرج من دوري عشان لو ما شاركش في دوري الأبطال وشارك في دوري الأوروبي 100 ألف يورو لو سجل 10 أهداف الزمالك كان عايز 500 ألف يورو العرض ده اللي جيه لنادي الزمالك رسمي الزمالك كان رده ايه؟ ايه اللي بالصفحة إدارة النادي طلبت من مصطفى محمد التركيز التام مع الفريق في المرحلة اللي جاية وأن النادي سيظل بابه مفتوح أمام احترافه أوروبيا عندما يصل إليه عرضا مناسبا وقفلت الباب في القصة المتعلقة بعرض سان تتيان ومصطفى محمد إذن هذا الكلام بتفاصيله هي اللي بحثته إدارة الزمالك مع سان تتيان مباشرة عبر الفيديو كونفرنس وهذا هو ما خلصوا خلصوا إليه هو رفض العرض بسبب أنه فيه أمور ومتطلبات وبنود الزمالك كان عايزها وما حصلش فده عرض مصطفى محمد وهو عرض رسمي بنسبة 100% شكرا